أطلق مركز حماية وحرية الصحفيين حملة على منصات التواصل الاجتماعي تهدف إلى التعريف بخطاب الكرهية ومخاطره والحدود الفاصلة بينه وبين حرية التعبير وقال المركز أن الحملة التي تنظم بدعم من المجلس الثقافي البريطاني في عمان بدأت في الخامس من شهر شباط الجاري وتستمر حتى الخامس عشر من شهر آذار المقبل مشيرا إلى أن الهدف من الحملة هو التعريف بأسباب انتشار هذا الخطاب وأشكاله ودوافعه بالإضافة إلى إبراز التحركات الدولية للحد منه وأكد مركز حماية الصحفيين أنه مستمر في حملاته لما لها من أثر ملموسا في التوعية بحقوق الإنسان وتكريس ثقافة الاختلاف